تلقى رئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا مرئيا من رئيس وزراء جمهورية ماليزيا أنور إبراهيم لبحث سبول دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في ضوء ما يجمعهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تباحث حول جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضا تبادل رؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب وتطرف على جميع المستويات بما في ذلك الفكريات والثقافية حيث أشهد رئيس الوزراء الماليزي بدور مصر المهم في هذا الإطار مثمنا القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية في مصر ودورها الرائد في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر